بسم الله والصلاة والسلام وعلى أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم استكمالا لشابتر نمبر 10 Sound Waves الموجات الصوتية احنا انتكلم اليوم عن Speed of Sound لكن احنا بنهتم بالموجات الصوتية ليس لانها تزودنا بالمفاهيم والوسائل اللازمة للتعامل مع الحركة الموجية ولكن لأهميتها التطبيقية الموجات الصوتية لها تطبيقات عديدة في مجالات الطب وفي مجالات المباني والبحار وغيرها من المجالات التي تستخدم فيها الموجات الصوتية هل تتكلم عن Speed of Sound وصوت الصوت وصوت الصوت احنا بتعتمد على عاملين مهمين جدا هما الاندغاطية وهي قابلية الوسط للاندغاط وطبيعة الوسط هل هو صلب ولا مائع يبقى عاملين مهمين جدا الاندغاطية وهي قابلية الوسط للاندغاط او طبيعة الوسط تمام اللي هي هل الوسط ده صلب ولا مائع الوليسيتي اللي هي سرعة الصوت The velocity of a wave is frequency times the wavelength حاصل ضرب التردد مضروف في طول الموجي وزيما هو ما انا كاتب هنا السرعة بيساوي لمضة في F جاي من فين جاي من ان السرعة الوليسيتي بتاعت سرعة الموجي الصوتية عبارة عن مسافة على زمن مسافة احنا قلنا له بنرمزل بالرمز لمضة وزمن تيل وهو زمن الدورة مقلوب الزمن الدوري هو عبارة عن Frequency يبقى بيساوي اذا السرعة بيساوي F في لامضة The speed of propagation of sound in dry air at temperature of zero centigrade سرعة انتشار الموجة الصوتية في الهواء الجاف عند ضاقة السفر المئوي يعني 32 درجة فرهنايت أو 32 درجة فرهنايتية هي عبارة عن كام 331.6 متر 330.6 متر كل ثانية يعني 1088 فت بير سكن عبارة عن 1088 قدم في الثانية If the temperature is increased لو درجة الحرارة زادت The speed of sound increases سرعة الصوت بزيد وهذا يعني Thus At 20 centigrade عند درجة حرارة 20 درجة مئوية يعني 68 درجة فرهنايت يعني 68 درجة فرهنايتية The speed of sound is 344 متر بير سكن ستببى صوت الصوت ستصبح 344 متر بير سكن أو 1129 فت بير سكن How sound is created ازاي الصوت ده بينشأ طبعا عندما يتكلم الإنسان بينشأ الصوت وبينشأ من احتزاز الأحبال الصوتية للحنجرة صوت الإنسان بتنتجه الحنجرة وهي جزء من الحلق تمتد طبقتان من الأنسجة عبر الحنجرة وبين هاتين الطبقتين التين تسميان بالأحبال الصوتية أو الأوتار الصوتية فتحة مستطيلة ضيق وعندما بنتكلم بتشدي عدلات الحنجرة بتشدي الأحبال الصوتية فتحدث ديقا في الفتحة المستطيلة ده المكتوب هنا The human voice is a complex sound صوت الإنسان هو عبارة عن صوت معقد That starts in a larynx يعني هو بيبدأ من الحنجرة والليرانيكس عبارة عن A small structure at the top of your windpipe عبارة عن بنية صغيرة في أعلى القصبة الهوائية في أعلى الخاصة بك A small structure at the top of your عند قمة من of your windpipe اللي هي عبارة عن في قمة من قمة أو أعلى القصبة الهوائية الخاصة بك The sound that starts الصوت اللي بينتج in the larynx is changed by passing through openings in the throat and mouth الصوت اللي بيبدأ في الحنجرة Is changed بيتغير by passing بالمرور خلاله خلال openings in the throat خلال الفتحات الموجودة في الحلق والفم ده الحلق والفم throat and mouth Different sounds are made by changing both the vibration in larynx and the shape of the openings الأصوات المختلفة بتنشأ بفعل التغير في الاهتزازات في القصبة الهوائية والشكل بتعمين الفتحات الموجودة في هذه القصبة الهوائية Doppler effect احنا ناخد تأثير Doppler وهي عبارة عن ظاهرة أو تأثير Doppler وهي تغير ظاهري للتردد أو طول موجي للأمواج عندما ترصد من قبل مراقب متحرك بالنسبة للمصدر الضوئي بالنسبة للمصدر الصوتي يعني أنت عندك مصدر للصوت وعندك مراقب المراقب ده بيرصد هذا بيرصد أصوات الناشية عن المصدر إذا كان المراقب ده متحرك هذا التحرك بيؤدي إلى تغير ظاهري للتردد أو طول الموجة يعني The frequency of the whiffs perceived is changed by the motion of the force تغير تمام؟ تغير التردد للموجة تمام؟ تردد الموجة الظاهرية دية بيتغير بفعل حركة المصدر أو عكس حركة المراقب Increasing frequency when the source approaches the sensor يعني بيزداد التردد لما المصدر بيقترب من المراقب السنسور أو المشاهد أو المستمدة مراقب للصوت أو decreasing frequency when the source increases the distance from the sensor أو يحدث يحدث نقص في التردد تمام؟ عندما مصدر الصوت بيبتعد عن المراقب وده يبدو باللحظة عندما تقترب منها مثلا سيارة إصعاف بنسمع صفرتها تقترب منها بتردد أعلى لأن يقول موجة الصوت بينضغط بعكسة عندما تمر بعيدا عنه تمام؟ يبدو بيحصل انبساط لمين؟ لموجة الصوت بردو تأثير دوبرال إذا apparent change in the frequency of a sound caused by the motion of either the listener or the source of the sound إذا apparent change تغير ظاهري في مين؟ in the frequency في التردد of the sound للصوت تردد الصوت caused by بسبب مين؟ the motion of either بسبب حركة listener المستمع أو مصدر مين؟ أو مصدر الصوت هذا stationary sound source لما يكون مثلا مصدر الصوت ومصدر الصوت مصدر الصوت هنا طبعا عندما يكون مصدر الصوت صوت هنا لما يحدث مصدر الصوت بإما lower frequency أو higher frequency لما الصوت يبتعد أو و higher frequency لما مصدر الصوت يقترب من المستمع زي ما قلنا المثال بتاعة عربة الاسعاف او عربة الحريق sounds from moving sources الاصوات الناشئة نتيجة حركة المصدر a moving source of sound or a moving observer experience and apparent shift of frequency called the doubler effect حركة مصدر الصوت او حركة المراقب او المستمع تؤدي الى shift في التردد هذا يسمى دوبلر افكت تأثير دوبلر او ظهير الدوبلر if the source is moving as fast or faster than the speed of sound اذا كان المصدر يتحرك باسرع من سرعة الصوت the sound waves pile up into a shock wave called a sonic bomb يعني في هذه الحالة المصدر نفسه الصوت حيبى كأنه صوت اطراب صوت انفجار a sonic pump sound very much like the pressure wave from an explosion هذه الموجهات بتاعت a sonic pump is very much like هي مشابهة تماما للضغط للموجه الدغط الناشئ عن الموجه بسبب الانفجار شكرا لكم اشتركوا في القناة